هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية دعين الله عز وجل أن يعيده على سيادته بمغفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام وأكد مدبولي في بقيته أن هذه المناسبة رمز لتكسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف كما عاهد مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار